السلام عليكم هناك الكثير من الأساطير الغريبة التي نسمعها عن كوكب اليابان وإذا حصلت على فرصة الحظ يوما ما للسفر إلى هذه البلد الأسيوية ستجبر على التأقلم على عادتها وقواعدها المحلية سواء أثناء القيادة أو عدم القدرة على زيارة أصدقائك أو أغذي القمامة من الشارع إلى منزلك وليس العكس كما يحدث ببقية البلدان أو عدم استطاعتك تنظيف أنفك تحت أي ظرف خارجي وأنت في الشارع وغيرها من الأمور الغريبة التي ستتفاجأ بها في مقطع اليوم لهذا استعدوا لمشاهدة أشياء لن تصدقها تحدث في اليابان ولكن قبل البدء قم بالضغط على زر لايك حتى نعرف عدد المهتمين بهذا الموضوع لا يصبغون شعرهم منذ عامين كانت تتساوى المرأة اليابانية مع الفتاة الأوروبية في سبغة الشعر باستمرار بدرجة القهوة ولكن في الوقت الحالي تغير الأمر وأصبحت الموضة هناك هي اللون الأسود الطبيعي لهذا يجبر الطلاب في المدارس والجامعات على امتلاك شعر أسود طبيعي وفي حالة عدم كونه أسودا سيجبرون على إذبات أنه ليس مصبوغا بواسطة بعض الصور أثناء فترة طفولتهم أيضا لا يسمح بسبغ الشعر إلا لفنان ألعاب الإنمي ومتقمص الأدوار الكارتونية لا يمكنك دعوة أصدقائك إلى المنزل في اليابان أيضا لا يمكنك دعوة صديقك المقرب إلى المنزل لقضاء وقت من المرح أو تناول الطعام سويا فهذا يعتبر أمرا خارجا عن المألوف لأنه في هذه البلد تكون الأشخاص أكثر تحفظا وجميع لقاءاتهم تكون في أماكن عامة فقط بالإضافة إلى أنهم لا يقومون بالزيارة بدون سبب لأن هذا يشعرهم بالملال الشديد وهذا ما يكشف السر الحقيقي في تقدمهم وتقدير الوقت لا يمكنك تناول الطعام أثناء سيرك يحظى اليابانيون باحترام شديد أثناء تناول الطعام وفي الحقيقة وصلوا إليه بمستوى عالم من التقدير لهذا عملية تناول طعامهم تعتبر أمرا مقدسا والسكان المحليون لا يأكلون وجباتهم أثناء سيرهم في الشوارع ولكن تستطيع تناول مشروبك بجوار أي ماكينة بيع لهذا يعتبر تناول الطعام في الشارع من المظاهر السيئة ولكنهم يقبلون هذا الأمر في حالة صفرك لمسافة طويلة في القطار ممنوع استخدام الكالكس يعتبر استخدام كالكس سيارتك في شوارع اليابان من الأعمال الفضة حتى في المواقف الصعبة لا يمكنك سماع هذه الأبواق ويتعامل السكان مع هذا الأمر بطريقة مهذبة ويتحلون بالصبر بالإضافة إلى أنهم يشعرون بالخوف من إزعاج الآخرين في الطريق العام على عكس سكان البلدان العربية والأجنبية فهم دائما يستخدمون هذه الأبواق ما ينتج عنه ضججا في وسائل المواصلات لا تنظف أنفك في الأماكن العامة إذا تعرضت لنزلة برد أو للإنفلوانزا أنصحك بعدم تنظف أنفك أمام الأشخاص أو في الأماكن العامة لأنك ستعرض نفسك وقتها للإهانة وسيعتبرونك بأنك ليس إنسان لهذا يفضل في تلك الحالة استخدام مغطي للفم أو ما يسمى بالكمامات مثل ما يفعلون لا يوجد راحة من العمل في بلاد الشمس المشرقة ليس لدى الأشخاص أي إمكانية لتكريس وقتا لممارسة الرياضة أو الصفر لأنهم لا يمتلكون وقتا لهذه الأمور وإذا كان الشخص الياباني يعمل بدقة فإن هذا يعني أنه يعمل ستين ساعة أسبوعيا على عكس البلدان الأوروبية يمكنهم الصفر والتنزه في أوقات فراغهم بل يمكنهم الحصول على إجازة من أجل الاستمتاع بحياتهم وزيارة الأماكن الأثرية التي يحبونها أو حتى الذهاب إلى الشواطئ لا يوجد صناديق للقمامة تقريبا لا يوجد صناديق للقمامة في توكيو وعادة ما يقوم هؤلاء الأشخاص بجمع القمامة ويستخدمونها في أغراض خاصة وهذه الطريقة بدأوا لعمل بها منذ عام 2000 لأن هذه الصناديق كانت وسيلة لاختباء القنابل والمتفجرات بها والتي كانت تستخدمها الجماعات الإرهابية ما أدى إلى وفاة العديد من الأشخاص في هذه الفترة لهذا بدأ اليابانيون في أخذ القمامة إلى منازلهم وقاموا بإعادة تدويرها إن أعجبك الفيديو قم بالضغط على زر اللايك واشترك في القناة لدعمنا كي نستمر في نشر المزيد إن شاء الله إلى اللقاء